يا مازن يا حلا كل ده لسه بتلبسه يلا بقى ايه يا مونة الولاد لسه ما صحيوش ولا ايه صحتهم طبعا بس انت عارف بيلبسوا بالعافية كل واحد فيهم عايز التاني هو اللي قوم الاول عارف ما احنا كنا بنعمل الحركات دي واحنا لسه في المدرسة يلا يا ولاد انزلوا بقى هتتأخروا على المدرسة يلا يا عادل انت كمان نوع دفتر صحيح حدرت فلوس الايجار صاحب البيت هيعدي اخدهم النهار ده ايوة حضرتهم ما هو اكلمني مبارك بقولك هاتي الاقلام بتاعتي يا حلا دي الاقلام بتاعتي انا يا مازن يا حلا انت فتحت شنطتي واخدتيهم لا انت اللي اخدتهم وشلتهم في الشنطة بتاعتك وانا اخدتهم تاني طب انا هفتح الشنطة بقى واخدهم عشان دي اقلامي مش بتاعتي كنتي انت كدابة انت بتقول علي يا كدابة طيب انا هقول لماما يا ماما يا ماما أصحاب الحلوين عاملين إيه يا رب تكونوا بخير وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات يلا حالا اللي ما عملش لايك ينزل تحت الفيديو يعمل لايك واللي مش مشترك يشترك في القرية وما تنسوش تكتبولي كومنت حلوة تقولولي رأيكم في الفيديو بحبكم يا أغلى وأحلى أخوات في الدنيا أسيبكم بقى تكملوا الفيديو يلا عملوا لايك ما تنسوش فيه إيه يا حبايبي مالكم بتتخنقوا على إيه فيه أولاد هو أنتوا لحقتوا بتتخنقوا على إيه على الصبح مازن عايز ياخد الأقلام بتاعتي مني لا دي كذابة دي الأقلام بتاعتي أنا هي ضيعت الأقلام بتاعتها وعايزت تاخد بتوعي ماليش دعوة أنا عايز أقلامي بقى كده يا مازن بتتخنق على شوية أقلام أختك الصغيرة ما تزعلهيش ما ينفعش كده يا مازن انت كبير هيه الأقلام بتاعتي هيه إيه ده بقى ده ظلم ظلم مازن ما ينفعش تتكلم بالطريقة دي وبعدين يا مازن ما كانش يعني ألم ولا تنين ما ينفعش تزعع لأختك هي سلام لكن عادي هي تزعع علم خلاص هشتري غيرهم اديني يا بابا فلوس عشان اشتري ايوة انا فهمت يبقى انت ضيعت الأقلام بتاعتك وكنت عايز تاخد أقلام أختك وقلت تعمل الفيلم ده عشان اديك تشتري أقلام جديدة اشتري من مصروفك ايوة يا مازن انت ضيعت أقلامك يبقى تشتري من مصروفك هي حالة تاخد أقلامي وانا اشتري من مصروفي ماليش دعوة طيب ما هي اللي تشتري من مصروفها ممكن تبطل كلام بقى ماشي حاضر هبطل كلام ماطلع جيب الشنطة بتاعتي ايه ده انت بتعملي ايه تاني المقلمة بتاعتك شكلها أحلى من بتاعتي وانا أخدتها سلام وطبعا لو نزلت وقلت لهم هيقولولي أختك السغيرة مش كفاية نفسة اشتري حاجات كتير وكل شوية هيقولولي لا لا لكن حالة يشتريولها كل حاجة ويقولولي أصلية السغيرة يلا روحي على فصلك يا حالة وما تمشيش من المدرسة لواحدك لازم تستنيني ماشي يا ماذ زياد مروان ازايكم يا شباب ازايك يا زياد ازايك يا مروان اهلا يا ماذن مش تبارك لمروان على الموبايل الجديد ايه ده انت اشتريت موبايل جديد مبروك يا مروان وريني كده ده نوعه ايه ده ايفون 15 بابا اشترهولي هدية سيدي يا سيدي على الهداية ماشي يا عم قبالنا يا ماذن اما نشتري احنا كمان ها 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 نشتري ايفون 15 لا ده ولا في الاحلام طيب وإيه المشكلة يا صاحب اما تشتري موبايل زي بتاعي اشتري ازاي يعني هو انا بعرف اشتري حاجة عشان اقول لبابا عايز ايفون 15 ده ممكن يقول علي مجنون ويدخل لمساشفى المجنيين ها 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 شفته بقى بتتحقه ازاي أما حتة موبايل الآيفون ده برضو جامد جدا يا لو عندي واحد كنت هبقى مبسوط قوي ولا لا مش هبقى مبسوط ولا حاجة حالة برضو أختي هتاخدوا مني وهم يقولوا لي أصلها الصغيرة يلا يا ماد سلام عليكم إزايك يا ماما إزايك يا ماما أهلا أهلا يا حبيبي قولي لي بقى يا لولو عملت إيه في المدرسة النهاردة طيب وانا يا ماما مش هتسأليني عملت إيه وانا هسألك ليه هو أنت قد حالة طيب يا ماما اعتبريني أصغر من حالة اهو واق واق انت زريف قوي يا مادر انت هتذر يلا طلع غير لبسك واعد زاكر شوية لحد الغد أزاكر يعني أنا جاي من المدرسة عايز رتح شوية تقولي لي زاكر وانا يا ماما ممكن نلعب شوية لحد ما الغدى يستوي لا انت طلعي غير لبسك وتعلي تفرجي على التليفزيون لا بقى ده انتو قصدين تضيقوني سلام عليكم ازايك يا مونة وعليكم السلام أهلا يا عيد الرجل صاحب البيت جاوة ولا لسه لسه طيب حضر لنا بقى الغدى عشان أنا فكرت بفكرة حلوة كده عايز أقولك عليها واخد رأيك فكرة حلوة طيب موضوع ايه بقى اللي كنت عايز تقولنا عليها عادل أنا قررت ان احنا نسيب البيت ده ايه هنسيب البيت ده وهنروح فين اكيد يا بابا هتشتري لنا بيت جديد حلو نعيش فيه صح أنا عايزة بيت حلو يا باب انت عايزة بيت حلو وانت عايزة بيت جديد لا طيب هنسيب البيت ونروح فين بصراحة بقى احنا مندفع ايجار كتير للبيت ده انا هوفر فلوس الاجار دي كلها مش فاهمين برضو يا بابا هنروح فين بصراحة هنروح البيت القديم بتاع جد جدي ايه هو البيت بتاع جد جدك ده يا بابا حلو ولا وحش حلو طبعا يا حبيبتي ايه هنروح بيت جديد حلو حلو ايه ده مجنون يا عادل ده بيت قديم قوي مهو بصراحة ماينفعش يبقى عندنا بيت مقفول وندفع ايجار في البيت ده لا 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 ارا خلاص اخدت القرار ده ومش هرجع فيه طيب يا بابا يعني معنى كده ان فلوس الايجار دي هتبقى معانا وهنستفيد بيها بالضبط كده يا واد يا مازل برافو عليك طيب يا بابا يعني تقدر تجيبلي الموبايل ايفون 15 برو ماكس ايه انت عارف يعني ايه الموبايل ده للاغنية بس يا حبيبي مش اوفر فلوس الايجار روح اشتريلك بقى موبايل طيب هتشتريلي انا يا بابا حاضر يا حبيبي تبابا احلى موبايل لأحلى لولو يعني مش بيحبوني وكمان بيرخموا علي هو كل حاجة حلق حلق لا بس تأكيد يعني مش هشتريولها الموبايل ده هم اكيد بيهزروا معاه اتفضل يا حاج فلوسك اهي هو احنا خلاص هنسيب البيت ليه كده يا استاذ عادل اصل انت كل شوية تزود الفلوس تزود الفلوس احنا بقى عندنا بيت تاني هنروح فيه اتفضل فلوسك احسن برضو عندي ناس تانية هتدفع اكتر منكم سلام ايوة يا بابا احنا جاهزين نروح بيت جدك التاسع عشر ايه يا مازل انت بتبتريع على بيت جدي جدي ولا ايه لا طبعا يا بابا ونقدر يلا بينا يلا نحط الشنط في العربية ده بيت قديم قوي يا بابا هنقعد فيه ازاي بس هتتعودوا عليه اولاد وهتحبوه طيب بما اني هعود هنا بقى سيبوني اختار قوضة حلوة انام فيها لا انا اللي هختار القوضة الحلوة لا يا حلق ماليش دعوة قلتلك انا لا انا اللي هاخد احلى قوضة في البيت يا سلام وش معنى انت بقى ما انت في الاخد بتسيب القوضة وتروح تنامي جنب ماما ايه ده هيطلع يختار احسن قوضة ما تشبطيش بقى يا حلق كل القوض شبه بعضها انت يعني شايفة المكان حلو قوي قصدك ايه يا مونة مش عاجبك بيت جدي جدي لا ازاي ده جميل جدا انا هختار القوضة دي عشان القوضة دي بشوف منها الجنينة ماليش دعوة انا عايز اختار القوضة دي ماليش دعوة انا اللي اخترتها الاول معلش يا مازن اختك الصغيرة يا حبيبي سيبها تقعد في القوضة دي انت كبير يا مازن واسمع الكلام ماليش دعوة القوضة التانية راحتها مش هلوة ومقفولة خالص هانتوا سيبوني هنا واخدوا حلدة نام معاكم ماليش دعوة أنا مش عايزة ننفل القوضة بتاعت بابا وماما أنا عايزة ننفل القوضة دي لوحتي خلاص بقى يا ماذي نسمع الكلام خلاص يا ماذي يلا يا حبيبي رحشوف القوضة التانية ايه رأيك بقى يا حلا تاخدينتي القوضة دي اهي صغيرة وعلى قد لا القوضة التانية احلى عشان وانا وقفة فيها هبص على الجنينة لكن هنا الدنيا مقفولة خالص ومفيش حاجة بص عليها طيب خلاص بقى اشمعنا انا اللي هاخدها بابا مش انت اللي جبتنا البيت ده خد انت القوضة دي انت وماما وانا هروح انام في القوضة بتاعتكم ايه انت عايزنا ننفل القوضة الصغيرة دي لا لا ماينفعش يعني احنا ننفل القوضة الصغيرة وانت تاخد القوضة الكبيرة يا سلام اشمعنا حالة بقى تنام في القوضة الكبيرة وانا ننفل القوضة الصغيرة وكمان القوضة دي ريحتها مش حلوة ومقفولة ما بتتفتحش اسمع الكلام بقى هنبقى ننظفها لك ولا نشوف لك فيها حل خلط بقى يا ماذن يا خبر القوضة دي ريحتها صعبة جدا هو جد جدك كان بيعمل فيها ايه بيحضر عفريت ده دي القوضة الوحيدة اللي في البيت مقفولة بالطريقة دي اكيد جد جد كان بيخاف على نفسه وكان قافل كل الشبابيك عشان مفيش هوا يدخل وياخد برد ايه القوضة دي ريحتها غريبة قوي وانت كنت بتعمل فيها ايه جد جد بابا انت اما حاول افتح الشبابك ده مفيش ولا شبابك بيتفتح عايز يدخل لها الهوى يغير ريحتها الغريبة دي هقام منزل اجيب الشنطة بتاعتي بقى عشان اطلع الهدوم احطها في الدولاب ماذن عايزة ايه انا اخدت القوضة الحلوة طيب امشي من قدامي بقى بدل مضربك مستفزة اما نام بقى ما انا اكيد هتعود على القوضة ياه الايفون اللي انا شفته مع صاحبي ده حلوة قوي نفسي يبقى عندي موبايل زيه اما لو بابا كان غني امنية حياتي يبقى عندي ايفون 15 برو ماكس ايه ده ايه اللي انا شايفه ده 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 موبايل بجد ولا ايه اما نور النور ده فعلا الموبايل يا خبر ايه ده ده كمان جديد موبايل ايفون في قطي انا مش ممكن انا اكيد بحلم اما روح اوري لبابا وماما ايه ده هو الموبايل فين راح فين الموبايل اختفى ولا ايه انا متأكد ان الموبايل كان في ايدي جايز يكون عشان انا كنت بفكر في الموبايل جالي تخيلات انه معايا وانا يعني هيجيلي ايفون 15 من ايه ادخلنام يا مازد انت شكلك سهرت كتير وبتخاطرة يا اختارة ده كان حلم حلوة قوي كان نفسي في الايفون 15 ايه ده لا ده هو نفس الموبايل هو انت موبايل ولا افريت ولا ايه بالضبط انت دلوقتي صاحي يا مازد ما انتش نايم خد الموبايل وامشي به بالراحة وروح القوضة عند بابا وماما وريهم الموبايل وقولهم انك لقيته انت صاحي يا مازد اما روح اوري بقى الموبايل ده لبابا وماما وغزحة لأخت ايه ده ازاي كده هو وري الموبايل بيبقى في القوضة واول مطلع من القوضة بيختفي اكيد في سر هنا في القوضة عشان كده جد جد بابا كان قافلها بالطريقة دي عشان محدش يشوف حاجة يا طرق ايه السر يا لو يظهر الموبايل الايفون تاني ايه ده ده فعلا ظهر انا مش هخرج بيه برا القوضة واشوف هيختفي ولا لا الموبايل مختفاش وكمان بلعب بيه ده حاجة غريبة قوي يبقى اكيد ده ستر محدش يعرف الحاجات دي غير اللي بيععد في القوضة ويعيش فيها يبقى انا ماينفعش اقول سر القوضة دي لبابا وماما عشان كده الموبايل بيختفي يبقى انا كده اقدر اتمنى اي حاجة طيب طيب با اتمنى ايه اتمنى ايه طيب انا عايز اكل انا جعان الا انا شايفه ده ده فعلا اكل طيب بقى ام معه ده اكل الاكل الحلو ده وبعد كده بقفكر جاب نين يا سلام ده لازيز قوي ده كانه جاي من المطعم خلاص شبعت كفاية كده يا سلام يبقى دي غرفة الامنيات مفيش حد يعرف عنا حاجة يبقى ده لازم يفضل سر انا هخب الموبايل بقى في الشنطة واروح بيه المدرسة اوريه الاصحابي واقول لهم بابا اشترى وليه داية انا عايز اكل حلو اخدوا معايا المدرسة واو ايه السندويتشات دي دي سندويتشات بورجر وكأنها معمولة في احسن المطاعم يا سلام على السوس السايع اما حط الصندويتشات دي في شنطتي عشان ماما متشوفهاش وتسألني جبتها منين صباح الخير يا بابا صباح الخير يا ماما يلا تعالي عوض يا مزن عشان تفتر لا لا انا مش جعين وكمان يا ماما ما تتعبش نفسك وتعمليلي صندويتشات معايا في المدرسة غريبة قوي ده انت كان لازم تاخد علبة اكل كل يوم مليانة انت كررت توفر الاكل ولا ايه هتلاقوا نفسه مسدودة مسكين معرفش ينام في القوضة عشان كده مش عايز اكل لا عرفت انام كويس ويا رد بقى يا ماما ما تتعبش نفسك وتعملي اكل كل يوم انت بتصعابي علي يا حبيبي يا مزن بتحبيني وخايف علي طيب عشان كده بقى احنا هنبدل القوضة ناخد القوضة اللي مش عاجبك ونديك قوضتنا ايه؟ لا لا يا ماما لا يا حبيبتي انا مقبلش ابدا انت وبابا تناموا في القوضة اللي ريحتها مش حلوة خالص دي ومقفولة وعلى طول ضلمة انا اللي هنام فيها غريب قوي يعني ده انت كنت هتعيت وما تنامش فيها اللام انا خلاص تعودت عليها يلا بقى عايز اروح المدرسة عشان ما تأخرش يلا بسرعة يا حلق شايفين الايفون بتاعي اول ما قلت البابا عايز اشتري ايفون 15 وافق على طول واشتراهوا لي هدية يا سلام يا جامد يعني انا اللي ما اشترتش خلاص انا كمان هفضل ازلنا على بابايا عشان يشتري لي واحد ايه ده انا سامع موبايل ايفون بيرين يا خبر ده ننسيت اقضت الصوت اما اقفله بسرعة عايز بقى اتمنى امنية كمان ايوا ممكن اتمنى ايه بلاي ستيشن ألعب بيه واما خلص بقى بقى خبيه عشان بابا وماما ما يشوفوش وكمان حلق اختي انا عايز بلاي ستيشن واو بلاي ستيشن 5 الحمد لله ان احنا سيبنا البيت التاني وجينا هنا وكمان انا اللي قعدت في القوضة دي الحمد لله احلامي كلها بتتحقق اما العب بيه بقى وبعد كده اخبيه انت مش ملاحظة حاجة يا مونة الواد مازن من بعد ما بيجي من المدرسة ما بيخرجش من القوضة خالص وحتى كمان مش بيأكل معانا انا حاسد كده ان الولد ده وراه حاجة غريبة هيكون وراه ايه بس ما انت عارف ان هو زهقان من البيت هتلاقيه بقى يابي يزاكر يابي ينام شوية وينام ويسحى الصبح يروح المدرسة طيب اما اطلع اشوفه كده يا خبر ده بابا بيخبط على الباب هام بخبل بالاستشام بسرعة افتح يا مازن هو انت نايم ولا ايه ما لك يا مازن يا حبيبي في ايه ليه ما بتخرجش دعوت برا بدل قعدتك في القوضة طول اليوم كده اصلا يا بابا قررت اذاكر عشان اطلع الاول على المدرسة عشان كده كل وقت بقضيف المذاكرة ما شاء الله عليك يا مازن ربنا يوفقك يا حبيبي وتطلع الاول طيب انت ما اكلتش حبيبي مش جعان ولا ايه لا يا بابا مش جعان اما جوعها بانزل اكل ماشي يا مازن يا الحمد لله وانت يا حالة باباقي ما اشترلكش موبايل ايفون ليه زي مازن عشان انت صغيرة يعني موبايل ايفون هو مازن معاه ايفون هم ما قالوا لكش ولا ايه شكلهم كده مخبيين عليك على الاموم اخوك معاه موبايل ايفون باباقي جابه له هدية روحي بقى عياط الباباقي وقل له يشتريلك واحد انت كمان ما كده يا بابا انت وماما تشتروا المازن موبايل ايفون من خير معرف ماشي يعني انت يا مازن متأكد ان مش معاك موبايل ايفون ايفون ايه يا بنتي هجيبه منين يعني يا بنت الايه حالة كانت هتكشفني لو دورت في الشنطق بس الحمد لله ما بتعرفش تفكر المفروض دلوقتي بقى اعمل ايه اعمل ايه ايوه انا جعين عايز اكل اطلب الاكل وكمان اتمنى فلوس كتير عشان نشتري عربية يا سلام ايه دي الاكل ودي الفلوس القوضة دي اعظم قوضة في الدنيا اكيد جد جد بابا كان عارف سر القوضة دي وما قالش عليه حد بابا عايز اقولك حاجة مهمة واخد صاحب مازن في المدرسة قال انه هو معاه موبايل ايفون 15 هو انتو اشتريتوله الموبايل ده ومش عايزين تقولولي اصلا انا سألت مازن وقال انه هو مش معاه نشتري له موبايل 15 ايه يا بنتي مستحيل طبعا طيب يا بابا صاحبه بيأكد لي انه هو معاه الموبايل ايه يكون سرق الموبايل ده وبيروح بالمدرسة وبيرجع يخبيه عشان قبل كده كان بيزن عايز موبايل وانا قلت له طبعا غالي ومستحيل ابني يبقى حرامي عشان كده انا سمعت رنت الايفون وبعد كده اختفى يبقى كده سرقه يا بابا وبيوريه لاصحابه وكمان بيقول لهم ان بابا اشترهوا لهدية يا طرب يسرق ايه تاني بقى كده يا مونة مش وقت بلك من الولد يا مازن افتح يا مازن ايه ده انتون بيخبطوا على الباب اما خبي الاكل ده بسرعة وكمان اخبي الفلوس مش لازم يكشفوا السر ابدا فين يا مازن موبايل الايفون اللي انت بخبيه ايفون ايفون ايه بس يا بابا ما تكذبش يا مازن انا عارفة ان انت معاك موبايل الايفون وسرقته كمان بقى كده يا مازن ايه بني يبقى حرامي وكمان يا ولد ايه ريحة الاكل دي انا شامم ريحة اكل غريب في الاوضة ايوه ريحة اكل يا بابا اصلا انا كنت طالب سندويتش واكلته وخلصته يعني ماشي يا مازن اقول لي بقى حكاية الموبايل ايه الموبايل ايه بس مفيش حاجة يا بابا انت بتصدق كلام حلا طيب خلاص يا حبيبي مش هنصدق كلامها احنا هندور في الاوضة كلها عايزين تدوروه في الاوضة ايه ليه بس عشان نتأكد اعمل اي دلوقتي اعمل اي دلوقتي ايوه انا هقول اتمنى الاشياء كلها تختفي يا ربيكم كل حاجة اختفت دورنا في الاوضة كلها وما لقيناش حاجة فعلا ما لقيناش حاجة ازاي ده صاحبه معكدلي يا بقى اكيد ده عايز يعمل فيك مقلب اه اه اكيد اما شوفوا بقى 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 في المدرسة اعرف ازاي بيقول كده طب يلا نطلع بقى برى الاوضة دي عشان ريحتها خنيقة مقفولة وما بتتفتحش انا بكرة هشوف حد يفك الشبابيك دي كلها ويفتحها لا لا يا باب انا انا تعودت على الاوضة دي كده وارجوك بقى ازبها انا خلاص حبيت الاوضة غريبة او ماشي يا حبيب خليها اه ريحتنا برضو الحمد لله ما اكتشفوش السر بس انا لازم افكر في فكرة واقول لهم ان معايا موبايل ومعايا فلوس كتير بس تعمل ايه انا عندي خطة حلوة او عشان ما يشكوش في اي حاجة بعد كده انا اتفق مع واحد وديله فلوس وخليه صور معايا فيديو ويقول ان انا كسبت الجايزة الكبرى وبعد كده ارجع البيت وقول لبابا وماما ان انا كسبت وبرهم الفيديو هيصدقوني بعدين انا اللي حظ كده عشان هما كلهم تعمعوا في القوضة الحلوة وسبووا لي القوضة الوحشة دي بس ما طلقتش وحشة ولا حاجة ده عشان انا طيب بحظ يطلع حلو بابا ماما انا خارج اتمشى شوية اخيرا هتخرج تتمشى شوية وتسيب القوضة اللي انت قاعد فيها دي يعني يا بابا هشتري شوية حاجات عايزها في المدرسة طيب ممكن تاخدني معاك يا مازم لا لا اصلا انا هعدي على واحد صاحبي انت اكيد بتقول كده عشان مش هيستاخدني معاك خلاص يا حالة هبقى اخدك بعدين يلا سلام بابا ماما بابا ماما ايه يا مازم ايه الشنطة اللي معاك دي انت جيبت شنطة الفلوس دي منين هو انت لقيت الشنطة دي باركلي يا بابا باركيلي يا ماما باركيلي يا حالة انا كسبت شنطة الفلوس دي كانت مسابقة وكسبتها ايه مسابقة مسابقة ايه اللي هتديك الفلوس دي كلها انت بتشتغل حرامي وبتضحك علينا لا يا ماما هوريكم الفيديو ايوة صحيح ده الولد كسب الجايزة الكبرى عندك حق طب ما قلت لناش ليه عشان نشارك معاك وإحنا كمان نكسب اما هو ما كانش ينفع بقى يا بابا مازن حبيب ماما اديني بقى شنطة الفلوس دي اجل هلك معاي لا طبعا ده ابن حبيبي لازم يديها البابا لا مازن اخوي حبيبي هيجيب لي كل حاجة انا عايزاها ايه كل الحب ده على العموم انا مش فارق معايا الفلوس دي خالص هنهدهلك يا بابا عشان تشتري عربية حلوة وانا كمان اشتري عربية وانت يا ماما كمان تشتري اللي انت عايزاي وانت يا حلوة ولو اني يعني انك رخمة بس مش مشكلة انت اختي برضو خدوا بقى شنطة الفلوس دي هاتوا كل اللي انتوا عايزين بس انا كمان لازم اشتري الموبايل للآيفون واشتري العربية اللي بأهلم بيها طبعا طبعا يا حبيبي يلا بقى هاتشنطة الفلوس اتفضل يا بابا بقولك ايه يا عيدل انا عايز اشتري الحاجات اللي نعصاني لأول لا انا هشتري اللي انا عايزه لأول بابا وماما بيتخانوا على الفلوس